بحفظ الله ورعايته غادر حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفي معايته معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المنافق لسموه مساء اليوم غادر الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بعد زيارة عمل أجرى سموه رعاه الله خلالها مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالعاصمة واشنطن هذا وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد الاعتبي رافقت سموه السلامة في الحل والترحال